جماعة الإخوان الإرهابية وأعلامها يفشل في كل شيء دعكم من الأكاذيب والإدعاءات التي يروجونها يفشلون حتى في الدعوة لكل ما يزعمونها أنه صحيح لكل ذلك الحقيقة نرى ونشاهد ونتابع دوما وقائع ما يحدث من الدعاءات ومن أكاذيب في السياسة وفي الاقتصاد وفي محاولة استمالة الشعب المصري ولم ينجحوا في شيء مهنتهم هي الكذب عاوز أقول لكم أن هذا الكذب بالتأكيد أفقدهم كل شيء دي الفريضة اللي بيستبحوها في كل وقت وفي كل أوان إنه لازم نكذب ونعتبر دي فضيضة بهدف إيه بهدف إشعال الفوضى وتدمير البلد ظنهم أن مصر يمكن أن تلحق بدول أخرى حوالينا ويبقى مصير مصر زي مصير هذه الدول طبعا كل هذه الخطط والمؤامرات اللي بتتصاعد بشكل كبير في الفترة دي هدفها إيه هدفها هو إحداث أكبر قدر من فقدان الثقة عند الناس خصوصا أنه نحن مقبلون على انتخابات رئاسية رأيهم هم شايفين أن الناس بالتأكيد هتاخد موقف الناس بالتأكيد هتصدق ادعاءاتهم الناس بالتأكيد هتقتنع بما يقولون لكنهم لا يعرفون الشعب المصري الشعب المصري يقب المرصاد ضد كل الكذبين والمدعين ويدرك كل الألعاب الشيطانية الإخوان وعملاءهم لجوا لهذه الأكاذيب لأنهم يرون فيها الملاذ الذي يمكن من خلاله التغلغل واحتلال عقول الناش ده جاءوا للكذب عن وضعنا الاقتصادي عن الجيش عن الشرطة عن القيادة السياسية ولما كل ده ما جابش نتيجة قراروا يجيبهم الآخر ويتكلموا عن قناة السويس من فترة وبيجددوا الكلام التاني بلقى قناة السويس خرص حتتباع وأنه الموضوع ده منتهي وقس على ذلك كثير من الإدعاءات والأكاذيب رغم أنهم يعرفون تماما أن القيادة الوطنية وأن الشعب المصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرط أو يؤجر قناة السويس حتى لو جاع ولم يجد لقمة العش تعالوا نشوف ماذا يقولهم طبعا أمر طبيعي ده الرد الطبيعي على العملاء والخوانة اللي استحلوا كل حاجة والنبي يريد تجيبوا لي الفيديو اللي بيتكلموا فيها وبيحرضوا على قتل الزباط والجنود عشان المصريين يعرفوا مين دول مين الخوانة دول اللي بيتأمروا على كل حال قبل ما وريكم الفيديو ده تعالوا شوفوا الرئيس السيسي ماذا قال على موضوع هذه الدعاية والأكاذيب التي رددها الإخوان وعملاء الإخوان أنا عايز أقولك على حاجة وإحنا هي الحرب بتاعت الإرهاب خلصت طبعا لغاية دلوقتي في حجم من الشاعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي أخيرهم الكلام اللي تقل خلال الأسابيع الثلاثة اللي فات والله الشهر اللي فات لما تقل إن إن قناة السويس وكلام يعني يعني أنا عارف إن المصريين متابهين لده ومش هيستدقوا لكن تقل كده تقل إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس وفي عارضي مش عارفين حتى عملولي عملولي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على إن إحنا الكلام ده أنا قلته محمد قالك بتريليون دولار الموضوع هيتبع بإيه بتريليون دولار هنبيع القنال بغض النظر عن الكلام دوات كأرقام وكده أنا عايز أقول حتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم مش أنتوا بس كلنا مصر مستمرة وحتستمر وبالتالي إحنا محتاجين دايما مش عقول وعينا يبقى موجود لأن الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل اقطاعات الشعب المصري ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش ناس استحملت معانا الظروف الصعبة وهو الأسعار الغالية اللي بتمر بيها مصر بعلها أكتر من سنة دلو يعني الرئيس كلام واضح وصريح الرئيس لا يجذب ولكن أنتم الكذبون أنتم الذين تسعون إلى إشاعة الأجواء من الكذب وعدم المصداقية والادعاء وتدرفون دموع الأباليس والشياطين على الشعب المصري اللي بيعاني ما بتعلينا نشوف ما ده ترجمة نانسي قنقر